لكن بدايات الأهلي في هذا الحلم الجديد الحلم المتجدد الحلم الاستعصى من الفترة اللي فاتت في دوري أبطال أفريقيا وفقد الأهلي فرصة إحراز اللقب في المباراة النهائية أمام التراجي كلكم فاكرين الظروف والأحداث اللي مرت بيها لكن بيبدأ الأهلي هذا الدور من دور الـ 32 حيلعب بكرة 6 مساء في برج العرب أمام جيمة أبا جيفار الأسيوبي المباراة بحسب تأكدات الكابتن محمد للنادي الأهلي أكد أنه الأهلي بما لديه من لعبين هم اللي جاهزين 16 لعب فقط هم اللي جاهزين لمواجهة الفريق الأسيوبي علي لطفي وشريف إكرامي ومحمد هاني وكلبالي وأيمن أشرف وكريم ندفد وهشان محمد وحسام عشور وعمر السولية ووليد سليمان وإسلام محارب وميدو جابر وناصر ماهر ومحمد شريف وأحمد حمودي ومروان محسن بيغيب سبع لعيب أنتوا عارفين الأهلي في البطولة الأفريقية مسجل 23 لعب فغيبين سبع بالزبط من المسجلين الشناوي وساعد سمير ومحمد نجيب وصلاح محسن وأحمد فتحي وعلي معلول ودل الإصابة ووليد أزاره للإيقاف طبعا أنتوا عارفين نظام القيد أنه بعد في شهر يناير اللي جاي كل نادي بيسجل سبع لعيبة بما يستكمل قايمة التلاتين يعني لو كان النادي مسجل 25 لعب هيسجل خمسة هيسجل سبعة الحد الأقصى في الإضافات سبعة لو كان مسجل 21 مش هيسجل تسعة مش هيسجل تسعة هيسجل سبعة فقط فالأهل عنده فرصة في يناير اللي جاي إن شاء الله أول يناير يحق لي زي ما هيسجل في الموسم المحلي اللعب اللي هيتسجل محليا هيكون له الحق القانوني في إضافته في القيمة الأفريقية لكن في هذه الظروف محمد يوسف ما قدمهوش إلا 16 لعب تقدروا حضراتكو مش محتاجة أن أنتوا تخمنوا من التشكيل بتاع الأهل هتقدروا تستنبطوا من الشكل اللعيبة المتاحة على الأقل يكفي أن أنا أقول لكم إذا كان شريف أكرامي بخبراته الكبيرة حافظ فرصته في حراسة مرمى الأهلي هتلاقوا المدافعين مفيش مفضلة كبيرة جدا سليف كلبالي جاهز ومحمد هاني جاهز أنه يشارك كمساك ومحايمان أشرف باك شمال حيرجع كريم ندفد لمركز اللي أجاد فيه لمباراتين أو تلاتة كباك رايت وفي نص الملعب عنده هشام محمد وحسام عشور وعمرو السلية حيلعب اتنين منهم بعد كده فيه ولد سليمان وناصر ماهر ومحمد شريف ومروان محسن رأس الحربة فحيكون مع محمد يوسف على مقاعد البودلاء فقط يدوب تلات لعيبة أو أربع لعيبة يقدر يستخدمهم أثناء المباراة رغم هذه الظروف الصعبة رغم هذا الموقف في عدد المصابين الكتير في هذه القايمة لكن الجاهزية الكبيرة للستاشر لاعب اللي مع محمد يوسف بيشعروا بالاطمئنان شوية خاصة أن اللعبة عندها تأدير كبير للمهمة وأيضا للمنافس اشتركوا في القناة